بسم الله الرحمن الرحيم وبهينستين في المرة الماضية توقفنا عند اللي هي العضلات كان درسنا عن اللي هي المسلز وقلنا فيها العضلات هاي في عندنا شغلة مهمة كثير بتوضحنا انه الساركومير الوحدة الرئيسية للعضلة وحكينا عن انه الساركومير الها حدود معينة وهاي الحدود اللي هي Z line وذكرنا A band وال I band وذكرنا شغلة مهمة كثير كمان اللي هي ال relaxation وال contraction للساركومير في الحالات المختلفة وقلنا شو تأثيرها على خلنا نذكركوا فيها بس هاي ال relaxation لاحظ عندي هون relaxation في حالة انه كانت العضلة مرتاحة يعني ما في عندها اي انقباض او عفوا بتكون بحالة الانبساط وهاي العضلة في حالة الانقباض السؤال عادة بيجي هون بالنسبة لهذا السلايد انه ماذا يحدث ل ال A band وال I band وال H zone في حالة relaxed وفي حالة shortened في حالة relaxed وفي حالة contracted يعني ماذا يحدث للعضلة او مش بالعضلة والضبط لأجزاء الساركومير تخيلوا الساركومير قلنا في الها A band وعرفناها وفي I band وعرفناها وفي H zone وحكينا لكم عنه طبعا بالاضافة لل M light ال A band وال I band وال H zone هذول بيصير في الهم تغيرات سواء بال relax او بال contraction بمعنى انه في حالة relaxation هاي وضع ال A band وهاي ال I band في حالة اللي هي الانقباض العضلة ماذا يحدث لل A band Unchanged ما بتغير ال I band سير له reduced ال H zone سير له reduced هذول الثلاث حالات اللي بتحدث لا اللي هي الوحدة الوظيفية الساركومير لأنه انقباض العضلة كله باعتمد على ايش؟ باعتمد على حركة الساركومير وحركة ال H zone وال I band وال A band هاي ثلاث حركات تحدث منها منعرف العضلة في حالة انقباض ولا في حالة انبساط هذا الحكي حكينا على المرة الماضية وصلنا لعند اللي هي التركيب الداخل للساركومير التركيب الداخل للساركومير وجدنا انه مكوّن من Fiber اسمه الاكتين وفايبر اسمه الميوسين الاكتين هون هذا اللي هو الخيوط الرفيعة والميوسين الخيوط السميكة الميوسين إذا ملاحظين في عنده نتوءات Projection هذول النتوءات مهمات كثير سميناهن Cross Bridge هذول اللي بيقبضوا أو هذول اللي بنقبضوا وبأدوا إلى حركة اللي هي الميوسين مع الاكتين اللي بيعمل انقباض للعضلة بشكل عام الاكتين مع الميوسين هاي الجسور العرضية هاي هاي الجسور العرضية لاحظوا كيف لها تركيب لو أجينا كبرناها هون هاي كمان نكبرها كمان شوي لاحظ عندنا هذا الرأس المدبب له Two Binding Site له Two Binding Site طبعا فيه ألاف الألاف من اللي هي Cross Bridge موجودات على الميوسين لأن هن مهمات هن اللي راح يجدوا بين اللي هي الاكتين وبالتالي تنقبض الساركومير وبعدها تنقبض العضلة ويتحرك الجسم لاحظوا عندنا هذا الرأس ووجدوا انه فيه Two Binding Site هذا واحد وهذا واحد واحد للATB Binding Site واحد لل اللي هي الاكتين Binding Site شو معناه هذا الكلام بما انه هذا الرأسين هاي الفايبر او رأس رح يكون للATB والATB احنا عارفين الATB هو عبارة عن مصدر الطاقة في انقباض العضلة يعني العضلة بتنقبض بوجود الATB اذا ما في الATB العضلة بتوقف لذلك اذا بتركض مسافة معينة صغيرة او مسافة بسرعة كبيرة رح تقطع مسافة قصيرة وتتعب ليش تعبنا؟ لانه مخزون العضلة من الATB استنفذ اذا استنفذ مخزون العضلة من الATB هذا يؤدي الى توقف الانقباضات المتتالية بحاجة لطاقة ثانية من روع الليفر الليفر فيها طاقة كبيرة كثيرة مخزنة على شكل غلايكوجين تفرز وتحول لغلايكوجين بتحوله الى غلوكوز غلوكوز بيصير فيه low respiration او metabolism بيعطينا كل جزء غلوكوز رح يعطينا ما يعادل 32 او 34 او بيزود العضلة لذلك اعياء العضلة بعد ما نتعب بحاجة الى فترة قصيرة حتى تعيد مخازن اللي هي الATB الموجودة طيب لو جينا اذا درسنا اللي هو الكريس بريتج هذا الجسول العرضية اللي بتربط الاكتين مع الميوسين رح نلاحظ انه الرأس اللي هي الجسول العرضية محتوية على موقعين الارتباط موقع ارتباط الATB وموقع ارتباط مع الاكتين هذا لانه رح يرتبط هون مشان يسحب اللي هي الاكتين وبالتالي يقبض العضلة طيب نرجع للوضع الطبيعي اذا شفنا بهاي الرسمة رح نلاحظ انه الساركومير رجعت مرة ثانية انه في عندنا زد لاين هون وهون في عندنا الاكتين وهي هون في عندنا اللي هو الميوسين اللي باللون الاحمر هذا الميوسين وباللون الاصفر هو الاكتين لاحظ عندنا الجسول العرضية كيف كان موقعها هون لما انقبضت بهذا الشكل وهي انقبضت بهذا الشكل اشي طبيعي تجمع اللي هي زد لاين مع زد لاين مشان تعمل انقبض للعضلة هاي بسموها لما انقبضت بهذا الشكل الميوسين هو عبارة عن ايش عبارة عن الكروس بريج الموجود على الميوسين هون بيعمل بايندين مع الاكتين وبعمل على سحب او اللي هي فليكس سلايد او اكتين وهذا مهم كثير في عمليات الانقباض المختلفة وهون رح نشوف لو اجينا شفنا الكروس بريج اللي حكينا عنها وجدنا الها سايكل السايكل هاذ باعتمد على ايش باعتمد على خيطين اللي هم الاكتين والميوسين هون مختصرهم بالمعادلات هاي قال عن الاكتين اي وعن الميوسين اي وين بمر مي ام وين بمر معك اي معناته اكتين هايو هاد الدليل تبعهم وين بمر ميوسين منقول عنه او ام بكون ميوسين الادب والاتب هم عبارة عن او ما تسمى الاتب لما يتحول الى اي دي بي باعتمد على طاقة طيب في عندنا اربع خطوات او ثلاث خطوات رئيسية بالكروس بريج سايكل طبعا هاي السايكل باستمرار باي حالة انقباض راح نلاقي ايش اسمه كروس بريج سايكل اللي هو عبارة عن سيكونس اف ايهن ذات اوكيلز باتوين الاتامس وفوكريس بريج باعتمد 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 شو معنى هذا الكلام إنه الكروس بريج عملية متكررة باستمرار الآن هاي العملية فيها خطوات رح تبدأ بالخطوة الأولى اللي هي أول مرحلة لمراحل انقباض الخلية هو ارتباط الكروس بريج اللي حكيناهم قبل شوي هذول زي الخطافات بيسموهم ارتباطهم بالثين فيلمنت كيف برتبطوا بالثين فيلمنت؟ الميوسين هيد هيدرويس a t b to a d b الميوسين هيد هيدرويس a t b to a d b and in organic phosphate p and is in high inergy configuration كيف عملية الارتباط بالسير هاي الاتاشمنت اللي هي لو جينا شوفنا الاسلاد اللي بعده هاي هي المقصود فيها هاي الحركة الأولى الحركة الأولى انه في عندنا هون كروس بريج هاي الو موقعين هون بديجي ارتبط فيهم هاي الثن فيلمنت بيجي الATB بتحول الى ADB مما يؤدي الى ارتباط الكروس بريج بايندين وذ اكتين وفلكس ات طيب الATB ليش صار او الATB ليش تحول الATB هون نرجع الى سلايد اللي قبله شوفوا الATB تحول الATB لانه بدي يفقد طاقة بدي يعطينا درة فسفيت هاي الطاقة بدي يفقدها مشان ايش مشان يتم عملية ارتباط اللي هي الATB مع ما يسمى او ارتباط الميوسين مع الاكتين هذا لا يتم الا بوجود اللي هي consuming of energy الهاي انيرجي لذلك بالاخير الميوسين بايند رح يرتبط مع الاكتين ويعمل forming cross bridge هاي المعادلة بتوضح العملية كلها اللي هو ارتباط الاكتين هاي الاكتين مع الميوسين الميوسين طبعا كنا فيه ADB مشان يحرك العملية المحصلة انه رح يكون الATB مرتبط مع او رح المحصلة النهائية انه الاكتين رح يرتبط مع الميوسين حسب الرسم اللي اللي موجودة عندنا هون لاحظ عندنا هون صار انرجايز يعني اعطيناها بنزين سيارة حتى تمشي وهون لكروس بريج انطينا ATP حتى يرتبط مع الاكتين هاي الخطوة الاولى طيب شو بده يصير بالخطوة الثانية هاي الخطوة الثانية اذا ارتبط بده هسا يعمل شنكل يربطوا الATB ويسحبوا لهون خنشوف شو بيحكي عنه بالضبط المرحل الثاني بسموها الموفمنت الحركة نحن لويش ربطنا السيارة مشان نسحبها وهو ربط الكروس بريج بالاكتين مشان يسحبوا فبيصير في عندنا حركة اسألها موفمنت أوف كروس بريج بريدوسين ارتباط الميوسين مع الاكتين رح يعمل حركة بسموها اللي هي الموفمنت للكروس بريج مما يؤدي الى الشد والبيندين انرجائز مايوسين تو اكتين ترغير الريليز سترينت كونفرميشن اف انرجائز بريج وهذا بيعمل بريدوس موفمنت احنا ليش ربطنا اللي هو الكروس بريج بالاكتين مشان يعمل موفمنت للكروس بريج وبالتالي بسموها الباور ستروك هاي القوة اللي نتيجة حطينا فيها طاقة اي تي بي وبالتالي رح يفرز او رح يترك ال اي تي بي خلص دوره ال اي تي بي او ال اي تي بي فبالتالي رح يترك كاي العملية كلها ويظل الاكتين مع الميوسين مرتبطات لاحظ عندنا الاكتين مع الميوسين لما كانوا كلهم مع بعضهم مع ال اي تي بي مع الميوسين وال اي تي بي خلص دوره لانه اعطاهم الشرارة الاولية للارتباط مجرد ما خلص ارتباط هذا اللي هو الميوسين ريلاكس ستو اي تسلو انيرجي ستيت بصير في عندنا سلايدنج تثن فيلمنت المحصلة النهائي انه تثن فيلمنت لازم يتحرك وهاي هي المقصود فيها الموغمنت اذا هاي الخطوة الثانية من اللي هي الكروس بريج سايكل دورة الجسور العرضية هاي شايفين لاحظوا عندنا هون الاكتين ظل مرتبط مع اللي هي الميوسين لوحده اكتين ميوسين اي تي بي لما خلص ال اي تي بي طلع من هون ظل عندنا الاكتين مع الميوسين وال اي تي بي طلع منهم الان هذا جذب لهون رح نيجي لخطوة الثانية او الثالثة بسموها ديتاجمنت ديتاجمنت انفصال خلال الكروس بريج موفمنت الميوسين باين خلال العملية ارتباط الاكتين مع الميوسين ستكون عملية صعبة كثير وبنفس الوقت قوية ارتباط الاكتين مع الميوسين لأنه يعمل شد الثاني يجب انفصال باين لتو انفصال البرج انفصال البرج لازم بعد هيك يصير في عندنا اللينكيج المفروض الرابطة تنكسل الميوسين وهذا لما يرتبط الاكتين مع الميوسين لازم يصير في عندنا الكروس بريج يرجع مرة ثانية تعب ببنزين يصير لها اعادة التعبئة الطاقة مشان تعيد السايكل مرة ثانية فلذلك الاتب برتبط مرة ثانية مع موليكا الجديد من الميوسين وبيصير في عندنا البايندنج نيوم لكال الاتب ريليز دا ميوسين هيت بيجي الاكتين وميوسين لما يجي مع الاتب بيجي الميوسين بقوله يا عمي خلص احنا عملنا شد للاكتين فروح لوحدك انت الاكتين تركنا كالسا بنروح نسحب جزء ثاني بيجي الميوسين بأخذ اي تي بي برجع مرة ثانية على الجسم تاحض عندنا هون الاكتين مع الميوسين والاتب عمل الانرجايزنج تاج منتاز عملية انفصال اللي هو الاكتين او الميوسين مشان يروح يسحب مرة ثانية واعيد الدورة مرة ثالثة لاحظوا عندنا اذا هاي الثلاث او الثلاث خطوات الخاصة بالكروس بريج في عندنا الخطوة الرابعة اللي هو تعبئة المخازن بالطاقة بسموها انرجايزنج الكروس بريج لانه طبعا عطلة بدها طاقة صرف الطاقة في صحب الاكتين الان بدها تعمل شي اسموه تعبئة مخازن الطاقة بالجسم مشان تعمل اتاشت اقين اتاشت توثم فيلمنت اند ربيت دا سايكل وبالتالي بتيجي الاكتين الاكتين لوحده الميوسين برتبط مع اي تي بي جديد وروح بعمل مرة ثانية ربيتينج للطاقة هاي اذا لاحظنا هاي اللي هي الحركات اللي بتحدث او ما تسمى الحركة المصل كونتراكشن هاي اساس اللي هي الانقباض العضلي اساس الانقباض العضلي ثلاث او اربع خطوات الخطوة الاولى اللي قلناها نشوف بهذا الشكل الكروس بريج سايكل فيها اربع خطوات الخطوة الاولى بنسميها البايندينج او التاجمنت خطوة الثانية بنسميها موفمينت خطوة الثانية بنسميها ديتاجمنت والخطوة الاخيرة بنسميها انرجازنج هاي اربع خطوات ل الكروس بريج سايكل طبعا راح تشوف انتم اذا بتدخلوا على انت اعمل مصل راح تجد انه ممكن هذا يبينينا بالضبط شو هي المراحل مختلفة انقباض العضلة اذا منلاحظ هون نرجع نحكي عن السلايد هاد بشكل عام اه هذا اللي صحينا عنه من بداية انه هذول الكروس بريج لاحظوا قديش عددهم عددهم كبير جدا بالجسم لو اجينا شوفنا ما هي عدد الكروس بريج بالعضلات منلاقيها عدد كبير وعدد هائل مشان يعمل سحب للآكتين هون هسا راح نشوف بالآكتين هون بالآكتين هاد فيه بعض المواقع احيانا يستير فيه لها بلوك ما بقدر الجسم او ما بقدر الميسين هاد يرتبط فيها شو اللي موجود فيها موجود فيها تروبونين تروبو ميسين وكاليسيوم هذول الثلاثة هذول الثلاثة موجودين على خيط اسمه الأكتين هاد اللي كنا نحكي عنه انه هاد اللي بده ينسحب اذا صار الو تنشن هاد انقبضت العضلة بس نعرف موقع كل واحد فيهم تروبو ميسين وين موجود تروبونين وين موجود الكاليسيوم وين برتبط اذا لاحظ الشريط الازرق هاد تروبو ميسين والكورة هاي تروبونين والكاليسيوم هون برتبط بمعنى انه بدنا نعرف الآن من السلايد هاد بيحكينا شو دور كل واحد فيهم هذول شو دور كل واحد فيهم يعني هنا رول أوب تروبونين تروبو ميسين and كاليسيوم in contraction بدنا نعرف دور تروبونين شو بيشتغل تروبو ميسين شو بيشتغل بالانقباض العضلي اضافة الى دور الكاليسيوم هل الكاليسيوم اللي دورك في عملية الانقباض العضلي نعم هنشوف انه عنصر اساسي في العمليات المختلفة ما بتقدر تفهمهم هذول إلا إذا عرفت هذا السلايد أو وين موجودين الخيط الأزرق هذي شو بيمثل والكرة هاي شو بتمثل إضافة للبايندينغ سايد الآن إذا بتلاحظوا في عندنا نقاط حمر صغيرة هون إذا بتلاحظوا عليها هاي النقاط الصغيرة مغطية كورت باي تروبو مايوسين هاي في حالة العضلة تكون ريلاكس مرتاحة تروبو مايوسين بيسكر هذول ليش يغلقهم بيغلقهم بشان مايسيش انقباض عضلي الانقباض العضلي بيحدث فقط في حالة إنه تروبو مايوسين يتحرك من مكانه إذا تحرك من مكانه منقول إنه العضلة جاهزة الآن للانقباض من هو بيحرك التروبو مايوسين؟ تروبو ننهاد تروبو ننهاد وضيفته إنه يجي يشيل الخيط الأزرق عن هاي النقاط الحمر لأن هاي النقاط الحمر من هو بترتبط فيها بدي ارتبط فيها الميوسين اللي قبل شوي شرحناه الكالسيوم شو وضيفته الكالسيوم بيأثر على التروبونين بيقول له خبر التروبوميسين انه يزاح من مكانه طيب على كل حال في مرة القادمة ان شاء الله رح نشرح لكم كل اشي بتعلق بلي هي دور الكالسيوم ودور التروبوميسين والتروبونين استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله